أعوضي لكم مشاهدين استكمال ما تبقى من أخبار الحصد إلى الشأنية الاجتماعية نتعرض طفل يبلغ من عمر سبع سنوات من منطقة تيزي راشد بتيزيوزو لمحاولة اختطاف وهذا يوم الخميس الماضي عندما اختفى عنيالاندار بعد خروجه من المدرسة ليعثر عليه بعد ذلك على بعد 400 متر بعيدا عن مسكنه فاقدا الوعي عفوا وغارقا في دمائه الطفل الآن يرقد بمستشفى ندير محمد أكثر تفاصيل مع سعيد بالليلي فهو سيقع يوم سيطا قد اللغير من العين وار التعليه، وليه المشاهد يريد أن يحجل لليلي وهموا بعيدا، كم يراقب في صفحة أم صفحة مع البلاد وحصلت على أيها المسارة من المسارة. هناك البرج الرجل على المنزل و خيارة البشر التي أجدت أن يقوم بها بشكل سعيد. نسأل لحظة المنزل في الحروف، ومن تقوم بها تلك الأسرحة في الأبداية، ببعض نفسي أو نفسي الذي يجب أن يحاول على الحياة على الحياة من الناس